أصدقاء قناة كاريكاتون ده الملخص الجزء الرابع من أنيمي أميرتي واللي حابب يتفرج على الأجزاء اللي قابلك كده هتلاقوا رابط بتاعف سندول وصفة أحد عرفنا في الأجزاء اللي قابلك كده اتفايل أمير كريس وإليانا على الخطوبة المزيفة قدام الجميع وغيرت الأميرة إليانا وبكاءها لما حست إن الأمير كريس بيحب واحدة تانية وكانت البنت دي اسمها آيرن وإنها تاخد مكانها لكن في النهاية بيكتشف الأمير كريس خدع آيرن وأبوها للتخلص من إليانا وأمر بحبسهم وفي النهاية بيعلن الأمير كريس خطوبته الرسمية من إليانا وبعد رجوع الأمير كريس والأميرة إليانا من نجمة سيسل بتظهر واحدة وهي بتبص على أرض المملكة وبتضحك ضحكة سخرية في مكان تاني بيظهر شخصه بيقول لنفسه مش دي الأرض اللي تقتل فيها الشخص اللي يقصده وأخيرا جال وقته علشان يسأل الأميرة إليانا بتظهر إليانا في الأصر الملك وهي بتجري وبيجري وراها واحد اسمه جين وعمل يقول لها تبطأ سرعتها شوية لأنها راحت لطريق غلط بسبب تصرعها ده وبيدلها على الطريق الصحيح وبنعرف منه أن بعد ما تم تأكيد خطوبة الأمير كريس على إليانا تم تكليفه بحميتها ومساعدتها وعلى الرغم من استعجال إليانا علشان تشوف الأمير كريس قبل ما يسافر لكنها بتحس إنها مش مناسبة علشان تكون خطبته ولما بتقابل الأمير كريس بيكون فرحان جدا وقال لها أنه حاسس بالوحدة جدا لأنه مشافهاش بقاله فترة طويلة واللورد أليكس بيستعجله لأنهم لازم يسافروا حالا علشان هيتم التحالف مع مملكة تانية وإليانا بتقول لنفسها أنها قلقانة جدا من عقد الحلف ده وبتسأل إليانا الأمير كريس إزاي تحميه وهو مسافر وأنها عايزة تدي له تعويزة حماية علشان يكون في أمان أثناء رحلته فاستغرب الأمير كريس جدا والجميع وللورد جليين يغير الموضوع وقال أنه لازم نمشي دلوقتي حالا وبيشكر الأمير كريس إليانا على قلقها عليه وطلب منها ما تقلقش مفيش أي شيء سيء هيحصله وأحرجت إليانا جدا وبتتمنى له رحلة سعيدة وقالت له أنها تبزل ما في وسعها علشان تكون مكانه في مملكة ساويسلاند وأنها عمرها ما تغضبه في غيابه أبدا فطلب منها ما تضغطش على نفسها وأنها تستعين بعمه اللورد ثيادور لو احتاجت لأي شيء وبيحضر في نفس الوقت ده اللورد ثيادور عمه وبيحين وقت المغادرة وإليانا بتقول في نفسها أنها بدأت تحس بالوحدة في اللحظة دي فسرخت وبتنادي على الأمير كريس لكنها تكسفت جدا لأنها قدام الجميع ومش قادرة تتكلم معاه فحس بيها الأمير كريس وقال لها أنه هياخد منها رباط شعرها علشان دايما يحس أنها جنبه معاه وبتطلب منه إلينا يرجع وهو بخير وأخيرا بتنطلق الرحلة نرجع للأميرة إلينا اللي بتروح قلعة كريس واللي هيقام فيها احتفال مهرجان الصيف الخريفي واللي فيه بيقام أنشطة كتيرة زي الصيد والفروسية وبيظهر اللورد زيك الأخ الأكبر لللورد جلين وكانت إلينا بتشاهد ركوب الجميع للأحصنة فسألها جين ليه ما تتعلمش ركوب الأحصنة والصيد فقالت له إلينا مستحيل تقدر تتعلم المهارتين في وقت واحد في نفس الوقت ده بتظهر بنت بتنادي على إلينا اسمها ليلي وهي بتقول لها أنها زعلانة أن الأمير ما حضرش العام ده معهم المهرجان بس هي متأكدة أنه هيخليها أميرة آيدل ولما سألتها إلينا يعني إيه أميرة آيدل فقالت لها ليلي أن الشخص اللي بيفوز بمهارة الصيد وبيطلع في المركز الأول بيقدم الظهور لأكتر فتاة بيحبها وعشان كده بيلقبوها بالآيدل ولما سألت ليلي عن اللورد أليكس وجلين فقالت إلينا أن هما سافروا مع الأمير كريس ولما عرفت ليلي أنها لوحدها طلبت من إلينا أنها تنتبه لنفسها لأن معظم الناس مش مقتنعين بخطوبتها من الأمير كريس وطلبت منها تبص على بنته اسمها صوفيا وهي أكتر بنت معجبة بالأمير كريس وهي أكتر واحدة مش راضي عن الخطوبة دي علشان كده لازم ترأي بكل اللي حواليها ولازم تعرف أن دايما فيه مخاطر حواليها بنلاحظ وجود نفس الشخص بيرأي بالأميرة إليانا وبنلاقي جين لمح وجوده فقال الأميرة إليانا أن الدوكا كريس دعتها مع بعض السيدات لشرب الشاي ولما بتعود إلينا معهم قالت الدوكا كنا بنتمنى نشوف الأمير كريس السنادي فقالت إلينا أنه في رحلة مهمة وقالت واحدة أنها شافت شخص أول مرة يظهر هو نفس الشخص اللي شفناه بيرايب إلينا فقالت الدوكا كريس أنه ابن صديق قديم ليهم وتجوز في الخارج ورجع علشان يزور وطنه وقالت أن اسمه يوريثن وبتقول أنها بتعتقد أن المنافس السنادي على الأنشطة هتكون ما بين اللورد ثيادور واللورد زيك واللورد هايدن فتفجأت إلينا لما سمعت اسم اللورد هايدن وقالت أنه نفس الشخص اللي بيحكم الأرض اللي بتفصل ما بين مملكتهم ثاوسلاند ومملكة ماردورا وبتوجه الدوكا الكلام لبنت اسمها أنا وبتسألها عن أخبار والدها آيرل هايدن فتكلمت البنت من غير أي حماس وقالت تمام ولما سألوا الأميرة إلينا إزاي خلت المملكة عندهم تصنع النسيج فقالت لأنها قرأت في كتاب عنه وطلبت يتم صنعته ولما بتسأل السيدات أنا أنهم سمعوا أن فيه أمراء كتيرة عايزين يتجوزوها فردت أنا بكل صرامة أنها مش عايزة تتجوز دلوقتي حالا ومش مهتمة بالأمر ده إطلاقا فقالوا لها مفيش داعي تكوني بالشكل الصارم ده طول الوقت فبتسألت دوقة إلينا لو هي تعرف أكتر عن طريقة النسيج اللي اسمه ماردورة فقالت واحدة أن انتجهم رضيء جدا وعمرها ما تلبس منه فردت إلينا وقالت أنها قرأت في كتاب أن مؤلف الكتاب ده اتكلم عن نسيج تصنع في ماردورة فقالت أنا فعلا أنا سمعت أن النسيج ده مصنوع من خيوط القمر فجأة بيصرخ شخصه بيقولهم أنه بيعتزل لكن فيه واحدة بنت أحد النبلاء وقعت فحضر اللورد ثيادورو مع صوفيا وبيقول أنها وقعت من على الحصان فبتروح ليلي لإلينا وقالت أنها بتمثل على الجميع وطلبت منها تحذر منها لأنها عايزة تتقرب من الأمير كريست بأي طريقة لكن بيسيبها اللورد ثيادورو بيروح لإلينا وقال لأنه هيخليها النهاردة القيدل لأن الأمير كريست مش موجود وكل البنات بتغير طبعا من إلينا وبتبدأ الحفلة في القصر وقال اللورد ثيادور لإلينا تندمج مع الجميع وتبزل ما في وسعها فبتحضر ليلي صديقة إلينا وبتروح صوفيا مع صديقتها لإلينا وقالوا لها ما كناش متوقعين كنت بتعرفي ترقصي كده وبيفضلوا يسخروا منها لكن بكل براءة بتقول إلينا لصوفيا أنها ما تهملش في علاق سقها بعد الواقعة لأنها قرأت أن بعض الكسور ما بتلتقمش أبدا إلا لما بيحطوا لحم الحيوانات عليها فقرفت صوفيا جدا والبنات وسبوها ومشو ففضلت ليلي تضحك على اللي عملته إلينا وبتطلع إلينا خارج القصر في الشرفة فبيظلها شخصه عرف على نفسه أنه إيرل هايدن وأنه لما شافها في الحفلة أصار أنه يجي لها فسألته إلينا عن السبب فقال لها البلدة اللي انت افتكرتيها أنها صدهرت كان الأولى ليها أنها تحارب وابخها لوردة هايدن بسبب قرارها في إيقاف الحرب ما بين البلاد فافتكرت إلينا اللي حصل لما كان الأمير كريسو مساعده في اجتماع وقال الأمير ساعتها أنه الآن لأن فيه وفرة كبيرة جدا في الأمح وده اللي هيخلي سعره ينهار فاقترحت إلينا ساعتها أنهم يخزنوا عدد كبير من الأمح لأنها قرأت أن في وقت الحروب يحصل معاناة علشان كده لازم يوفروا الأمح لوقت الشتاء وطلبت ساعتها منهم يحاولوا يلاقوا طريقة يوقفوا بيها الحرب قبل ما تبدأ وساعتها قال لها أليكس أنها مش هتقدر تقنع أمة قوية بالأمر ده فقالت أن لازم يكون ليهم طريقتهم الخاصة وساعتها انبهر كريس بكلامها وقال أنهم لازم يخططوا للأمر ده بسرعة وسألها عن اقتراحتها فقالت لازم يطوروا من نفسهم وبيشكرها ساعتها جدا وبعد ما وبخها لوردا هايدن بيسيبها وبيمشي وبعد ما بيمشي بتفتكر الأميرة إلينا الأمير كريس وهي مشتاقة لوجوده جدا وفجأة بيظهر ليها يوريثن وقال لها الأميرة إلينا ممكن نتكلم سوا بيقولها يوريثن أن ما توقعش أن أميرة المملكة تبقى شبه العرائس اللعبة بالشكل ده ولما سألته إلينا هو مين فقال لها أن اسمه يوريثن والعائلة اللي بتصطديفه حاليا عائلة الدوكا كلايس فافتكرت إلينا أنه نفس الشخص اللي اتكلموا عنه فقال لها أنه لما اللوردا هايدن وابباخك فضلت تعياتي وأنا بصراحة ما توقعتش ده يحصل من ألبرن نفسها فاستغربت إلينا جدا لأنه يعرف لقبها السادي نروح لمدينة مايثرال اللي فيها الأمير كريس وبيقوله أحد حراسه أن فيه عدد كبير جدا من الدخلاء عبر الحدود ويتجمعه في منطقة أيدل وممكن الموضوع بيتعلق بالضيف الغريب اللي دخل البلاد فقاله الأمير أنه يعرف الموضوع ده وعايزه يتحقق من الموضوع أكتر والأمير كريس خايف الموضوع ده يكون ليه علاقة بإلينا وبيقول الحارس يرسل جاسوس يرأي بإلينا ويحميها نرجع لإلينا وهي في قصر كرايس وبتدخل عليها واحدة من الخادمات وسألتها عن مخططات يومها ولو ما عندهاش أي شيء تعمله ممكن ترتاح وتقرأ بعض الكتب في المكتبة ففرحت إلينا جدا بالاقتراح ده وبتزور مكتبة القصر وأول ما بتدخل المكتبة بيلفت نظرها كتابة عن التطريز لكنه للأسف مهترق جدا ولما بتفتحوا إلينا بتشوف توقيع الكاتبة سيليفيا وفجأة بتسمع إلينا وجود حد غيرها في المكتبة والولد بيقول للبنت إن عائلتهم هيكونوا سعداء جدا لو وافقت على الموضوع ده وإن خطوبيتهم هترفع اسم عائلتها ومكانتهم فعرفت إلينا إنها أنا فبدأت أنا تحكي لي قصة وقالت له أنت عارف إن في وقت الحرب الملك رودلف في ساعتها قام وأطلق حملة عسكرية ضخمة جدا لكن للأسف اتهزم فسألته تعرف هو فشل ليه فاتحارك جدا وقال لها إنه ما يعرفش فبدأت تكمله القصة إن بعد هزيمة الملك رودلف اتحدت ثلاث دول علشان يشنوا الحرب على المملكة ساويسلاند لكن بعد إبادة المملكة الشبه كاملة قام الملك الأسطوري كارل وفكك اتحدهم ده ووحد مدينة ساويسلاند وعلى الرغم إنه ملك أسطوري لكن أمر ساعتها بعدة قوانين سيئة جدا خلال حكمه فرجعت أنا وسألته تفتكر إيه أكتر حاجة كارثية عملها فبدأ يغضب قوين وقال لها ليه بتقوليني كل ده فقالت له أنا لو عرفت الجواب هتعرف إن كل محاولاتك علشان أقتنع بالزواج ده ملهاش أي فايدة ولما بتبدأ أنا تغادر بتتصادف بوجود إلينا ولما شافها قوين حاول يتودد لها وقال لها بصفتك إنك هتكوني ملكة وأكيد المسئوليات عليك هتكون كبيرة جدا فلو عايز أي مساعدة أنا ممكن أساعدك فقالت له إلينا شكرا مفيش داعي القراءة هتساعدني كتير فأحرك جدا من كلامها وبتسأل إلينا أنا ممكن أنا أجاوب على السؤال اللي سألتيه من شوية فقالت إلينا إن الملك رودلف كان عنده زوق رفيع جدا للنساء وسبب فشله في الهجوم إن واحدة من البلاط الملكي كانت متورطة في الصراع على السلطة اللي كان العديد من الأمراء بيحربوا عليها فالله حصل إن جميع الأمراء دول أطعوا كل إمداداتهم على الملك رودلف وده اللي خليه يتهزم بعدها الملك حاب بنت اسمها إيريلي وتجاوزها لكنها للأسف ماتت وهي في سنه صغير فزعل الملك عليها جدا وحاول الجميع يخلوه يحب بنت تانية فقاموا باستنزاف خزان المملكة وكان حل الملك الوحيد إن يتحول ويبقى ملك ميرحمش أبدا والحكمة من الأمر ده حتى مع وجود ملك لا يرحم في وجود المرأة ممكن إنه يكسر ويبقى وحيد ومهزوم كمان فقالت لها أنا كل كلامك ده صحيح فغضب قوين جدا وقال للأنا أنت شايفة إن وجود مرأة في حياتي هيكسرني وبيهاجم أنا وقعها ومن كتر غضبه بيقول إلينا إزاي واحدة زيك تتكلم بالطريقة دي وبيهاجمها علشان يئذيها فرحت إلينا ضربة ضربة قوية خلته يقع وهي بتزعق له إزاي يخلي الكتاب مقطوع كده فبيظهر اللورد ألن وبيحضر اللورد ثيادور ويوريثن وبيتطمن اللورد ثيادور على أنا وقال اللورد إنه هيعاقب أوين وطبعا بيسأل اللورد على إلينا وقالت إنها بخير فجأة سمع الجميع صوت صراخ البنات وهما بيقولوا إنهم شافوا شبح الأميرة إريل اللي ماتت وشافوها في الألعى اللي هناك وقالوا إن روحها لسه في القصر فبيطمنهم اللورد ثيادور وإنهم ما يخافوش وبتدخل عليهم الدوكا كريس وبتطمن على الجميع وبتطلب صوفيا من اللورد ثيادور إن يروح معاها لإنها خايفة جدا والحقيقة إنها مش خايفة ولا حاجة لكنها عايزة تتقرب من أفراد البلاط الملكي وخصوصا عم الأمير كريس لكنه ما تدلهاش الفرصة وقال لها تروح مع البقية اللي لو فضلت معاهم مش هتحس بالخوف فتحرجت جدا صوفيا وبيظهر يورثين جنب إلينا وقال لها شطرا إنك عملت كده وبيطلب اللورد ثيادور من إلينا إنها تروح معاها هي وآنا لأنه عايزهم في حاجة ضروري ولما شافتها صوفيا ريحة مع اللورد ثيادور حست بالغيرة جدا من إلينا وهي غطبونة منها لما بيقعد اللورد ثيادور معاهم بتكتشف إلينا إن الخادم المتخفي هو نفسه اللورد ألن بيظهر اللورد زيك أخو اللورد جلين وبيقول لإلينا إنها لازم تكون حذرة لأنها لما بتكون لوحدها بتكون مطمع لأي شخص عايز يتخلص منها أو من أمير كريس علشان كده لازم تنتبه وسبهم ومشا وبيقول اللورد ثيادور ليهم إن تتعرفوا مين إريل فقالت إلينا إنها نفس الشخص اللي أسست الأرض زي وده طبعا قبل ما تمتلكها العيلة الملكة وعلشان كده العائلة بتاعتها دايما على صراع مع الحاكم الحالي وخططهم إنهم يهجموا منطقة الحدود من الجانبين وبعدها بيخططوا للهجوم على العاصمة وللأسف الأميرة دي على الرغم إنها كانت شبهك كتير لكنها خانت الملك بعد زواجهم فبيحضر اللورد ألن وقال إنه جايب رسالة من الأمير كريس للأميرة إلينا والرسالة إنه بيقول لها تتصرف زي ما تحب ففرحت الأميرة إلينا جدا وكمل وقال لها إن الأمير بيقول لها على الرغم إنه مش معاكي لكن اعتبرينه معاكي على طول وإلينا طير من السعادة لإنه كل كلام الأمير بيحاسسها إنه بيحبها وإنها قوية بوجوده وهي بتتمنى إنه يكون بخير وأثناء مرور الأمير كريس في طريق بيصدف وجود قطع طرق وبيتم الهجوم عليهم وبالدور ما بينهم معرقة قوية جدا وبعدها ربطوهم ولما بيسأل اللورد جلين عن باقية الحرس قال الأمير كريس إنه باعتهم علشان يحموا الأميرة إلينا ولما بيطلب اللورد جلين من الأميرة يتوقفوا والأمير كريس عايز يروح لها علشان ما يحصل لهاش أي حاجة لأنه هو اللي أقحمها في كل ده فقالوا اللورد جلين ما تقلقش الجميع معاها وإنت لازم تفكر في نفسك والمملكة وبيمروا ببيت أحد القرويين وأصروا يضيفوهم لأنهم خلصوهم من قطع الطرق وبيفضل الأمير كريس يفكر بإلينا وحبوا ليها وبيأنب نفسه لولا إنه خطبها ما كانش وضعها في المخاطر أبدا وإلا كانت عاشت سعيدة وسط الكتب في نفس الوقت ده في قلعة كريس صوفيا كانت غطبانة جدا وبتروح لإحدى الخادمات علشان تاخد مساعدتها فقالت لها الخادمة أنا عندي ليك خطة ماكرة جدا تاني يوم بتكون إلينا ركبة حصان فقال لها جين إزاي صوفيا أقناعتك تركبي خيل فردت إلينا وقالت أكيد عندها حق لما قالت لها أنك خطيبة الأمير ولازم تتعلمي مهارات زي ركوب الخيل فبتوصل أنا وقالت لها شكلك فارسة حقيقة فجأة بيشوفوا البنت اللي اسمها كارين والحصان بتاعها بيكون هائج فأمرت إلينا جين إنه ينقذها من على الحصان في نفس اللحظة بيهاجم خنزير بري حصان إلينا وهو مضروب بسهمه فجأة بتقع إلينا من على الحصان بعد ما هاجم الخنزير حصانها وبتقع إلينا ووسط خوف الجميع عليها فجأة إلينا بتفتحينيها بتلاقي يورسن إنه أنقذها فشكرته على اللي عمله جدا وسألوا هايدن هل السهم اللي تضرب بيه الخنزير ده منك فقالوا يورسن لأ الأسهم بتاعتي كلها كاملة وبعدين أنا قدر أسيطر على فارستي بكل سهولة فقال هايدن لإلينا لازم ما تخطريش بحياتك مرة تانية ولازم ما تركبيش الخيل بدون استخدام أدوات السلامة وإلينا محرجة لإنه أحرجها للمرة التانية ولما طلبت أنا تاخد إلينا رفض يورسن وقالوا أنه هو اللي هيوصلها بنفسه وأخيرا بتوصل الأميرة للقلعة وكل البنات بيمدحوه على اللي عمله وأنهم ليقين جدا على بعض فقالت صوفيا ركوبك الحصان مع شخص غير الأمير كريس ده هيخليه حزين جدا وبتحضر كارين وبتحضن إلينا وبتشكرها وبتعتذل لها لأنها ما كانتش حاسة أنها تنفع تكون الأميرة لكنها دلوقتي غيرت رأيها بعد ما أمرت خادمها ينقذها فغضبت صوفيا جدا لأن صديقتها وقفت في صف الأميرة إلينا وبتروح صوفيا لنفس الخادمة وبتقول لها أنها خسرت صديقتها اللي أخدت طرف الأميرة إلينا فقالت لها الخادمة ما تلاقيش عندي ليكي خطة وهتنجح المرة دي لكن بنلاقي يورسن كل ده سمعهم وبيبتسم ابتسامة سخرية موسيقى